هذا الآن صراع كبير وصراع مستمر وأزمة مكتومة يعني طفت للسطح بين النيابة العامة ولجنة إزالة التمكين بدأت باتهامات غدمتها اللجنة للنيابة العامة بالطباط وبالتلك وبالتآمر على عمل لجنة التمكين ثم جاء الرد ببيان من النيابة العامة يرد على لجنة التمكين حقيقة ده الواقع بتاع مؤسسات الدولة مؤسسة النيابة العامة مؤسسة لجنة إزالة التمكين هذا هو الواقع صراع في العلن صراع في الإعلام صراع لا يخلو من مطاعنات بين مؤسسات يفترض أنها مؤسسات دولة بين النيابة العامة وبين لجنة التمكين هذا هو البيانة الذي صدر من النيابة العامة من إدارة الإعلام بخصوص ما ورد في البيانة الصادر من المكتب الإعلامي للجنة تفكيك نظام السلاسين من يونيو الذي اتهم النيابة العامة بالتخصير في أدائها وإعاقة عمل لجنة التفكيك نظام السلاثين من يونيو عليه نبين الآتي هذا هو البيان الذي أتى من النيابة العامة النيابة العامة تنظر إلى لجنة التفكيك من منظور قانوني دستوري وفق ما نص عليه في الوثيقة الدستورية وقانون تفكيك نظام السلاثين من يونيو المعدل عشرين عشرين ومن هذا المنطلق تقدم لها المساند القانوني الذي موفق ما نص عليه الغانون حيث كلف النائب العام عدد من وكلاء النيابات بالمركز والولايات لمساند لجنة التفكيك في تنفيذ الإجراءات القانونية كما تقدم التوصيات الصادرة بخصوص استرداد ما يجب استرداد وفق قانون التفكيك والتي ظلت تنغلها لجنة التفكيك عبر مؤتمراتها الصحفية الراتبة والتي ظلت الشعب السوداني يتابعها بصورة منتظمة وعلى سبيل المثال أصول مشروع الجزيرة النغل النهري عقارات منظمة معارج ومنظمة الدعوة الإسلامية أسهم حكومة السودان في فندق كورال الهيلتون سابغا والعديد من واجهات المؤتمر الوطني المحلول لجنة التفكيك الحديث من النيابة للجنة التفكيك لجنة التفكيك تدرك تماما أن جل ما تم إعلان في مؤتمراتها من غرارات هو نتاج تلك الجهود الكبيرة المبزولة من النيابة العامة والتي تشكل حجر الأساس في كل مؤتمراتها الصحفية اختارت لجنة التفكيك أن توجه لنا الغصور عبر الأسافير ضاربة بذلك كل ضوابط العمل المؤسسي في الدولة وهنا يحق لنا أن نزعل لجنة التفكيك عن مصير كثير من الملفات التي غدمتها لها النيابة العامة ولم تصدر بشأنها غرارات بل ظلت غرابة العام بأضابيرها ولم نسمع عنها غرارات استرداد في مؤتمراتهم الصحفية مع العلم إنها أولى بكثير من الغرارات التي تم الإعلان عنها وعلى سبيل المثال للحصر استرداد الفيلة الرئاسية وعقارات وقفية واسترداد أسهم حكومة السودان في فندق قرال الهيلتون سابغا وغيرها تؤكد النيابة العامة التذام بواجباتها المنصوص عليها في الوسيقى الدستورية والقانون وأنها في سبيل ذلك على تم الاستعداد لتقديم كل الدعم الغانوني لأجهزة الدولة وبمهنية عالية في سبيل تحقيق العدالة تؤكد النيابة العامة تمثكها بالاستغلالية وفق مستلزمات الوسيقى الدستورية والقوانين المعمول بها ده البيانة الصدر من النيابة العامة رد على غرار أو على هجوم لجنة التمكين على النيابة العامة حقيقة ده مستوى التعامل بمؤسسات الدولة النيابة العامة التي يشك الناس في أمرها فأنها هي عبارة عن مجمع وملمة لعدد من السياسيين على رأسهم تاج السر الحبير اللي هو النائب العام وآخرين من القضاء الذين يتبعون الحزب الشيوعي والحزب البعثي وبعض الأحزاب الأخرى الموجودة في تحالفهم قحت ده الواقع بتاع الأزمة المطاعنات بدأت من اللجنة التمكين تتهم النيابة العامة بينها تتستر وتتآمر مع البعض الذين تربطهم بها علاقات ثم جاءت المطاعنات الأخرى من النيابة العامة للجنة التمكين والأفراد لجنة التمكين بأن أشارت لعدد من الجهات التي رفض التعامل معها في اللجنة لإحتبارات ستكشف لاحقا لماذا لم تتعامل من التمكين وفق ما طلب منها من النيابة العامة في الفيلة الرئاسية وعقارات وقفية وأسهم حكومة السودان في فندق قرار الهيلتون سابقا وعدد من الأشخاص وعدد من النافذين الموجودين في سوق الأعمال والمال يعني حقيقة ده الواقع بتاع الدولة بين وزارة المالية الآن بدأ الصراع بين الجهات في وزارة المالية وجهات في النيابة العامة وجهات في النيابة التمكين الآن ده شكل الصراع وشكل الاختلاف وشكل الخلاف بدأ بينهم بعد أن كانت بينهم مودة وعلاقات حميمة في إطار ما يثمونه هو استرداد المال العام ورد المظالم والعدالة ولكن اتضحت الحقيقة بعد الاختلاف الذي حدث بينهم لجنة التمكين هارب منها يعني رئيسها ياسر العطى وابتعد عنها بدأ الغايمين على أمره وكأنهم في مأزق كبير حاولت النيابة العامة رغم تعاونها المبدأ الذي كان معهم أن تتنصل وتبتعد عنهم وحاول بيان حقيقة كثير من الأحاديث التي تثبت وتحاول أن تثبت أن الأمر النيابة العامة هو أمر غانوني لا علاقة له بالإجراءات السياسية التي تقوم بها لجنة التمكين هذه توضح أزمة الدولة في الأول فأن هذه هي مستساة الدولة تتشاكس بهذا الشكل ثم توضح بجلاء الأزمة التي تعيشها لجنة التمكين وعلى رأسها محمد الفكي نائب اللجنة الذي يعني يتولى أمرها الآن بعد اكتعاليها سراتها ثم وج صالح وصلاح منع الذي يعني بحسب ما جاء اليوم في بعض من وسائل الإعلام أنه بالغاهرة وأنه طلب مقابلة صلاح قوش ولكن الأخير رفض مقابلته بحسب ما جاء في كثير من وسائل الإعلام هذا كله يوضح الأزمة يوضح الصراع الذي يدور الآن بين مكونات الحكومة الحالية بعد الفشل الكبير في كل شيء